جمهور أهلي جمهور عظيم وبجد ما بنبلخش ولا بنهول في الأمر بقول إنه صنع إنجازات الأهلي الأول قبل كل أسماء النجوم وقبل الأساطير وقبل أي حاجة في الدنيا جمهور الأهلي هو اللاعب فعلا رقم واحد وهو نفسه واحد من أهم أوراق الضغط على أي لعب يلعب في نادي الأهلي يعني يامع على فكرة لعيبة كتير جدا كويسة جد النادي الأهلي وما قدرته تستحمل ضغط الجماهير تخد بالك في أنواع كتيرة جدا من الضغوط بيتعرض لها لعيبة نادي الأهلي يعني لو حبيتها دي لك مثال على ده بعيدا عن الضغط الجماهير الكبير جدا لأنه بيلعب عشان يكسب لنفسه وأكيد عشان يكسب لفرقته ولكن في الأول والآخر عارف إن في جمهور مستنية وعارف إن في جمهور مستنية لحظة تتويج وده واحد من أنواع الضغوط المستمر في كل المباراة والبطولات الأهلي بيخدها وهي كتيرة مطالب منه يحقق نمرها واحد في كل الألعاب أو كل البطولات اللي هو بيشارك فيها وده ضغط كبير قوي على أي حد على أي بني آدم يعني أنك تبقى مطالب طول الوقت إنك أنت توصل لمنصة تتويج مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة وبالعكس إنك لو وصلت لها مرة ولا اثنين ولا ثلاثة وجيت في الرابع ووصلتش بيبقى فيه ضغط كبير جدا عليك وبيتنسي كل اللي فات لكن غير ده كمان خد بالك إنه وده لازم أنا أوجه التحية لنجوم النادي الأهلي اللي في أوقات كتيرة جدا بيتحملوا من الضغوط الأخرى ما لا طاقة لبشر به يعني بنتكلم مثلا خلينا أقول إنه أهم من جوم الأهلي السنة دي كلهم تقريبا بلا استثناء يعني ما فيش حد ما جاش عليه الدور تعرضوا لحملة انتقاد موضوعي وارد لكن في أوقات تانية كتيرة جدا كانوا بيتعرضوا لحرب تكسير عظام يعني كانوا بيتعرضوا لمحاولات تشويه محاولات إحباط محاولات خروج عن التركيز ولا أسسني أحدا الشناوي في مرحلة من مراحل تعرض لده الشحاية تعرض لده محمد هاني تعرض لده برسيتاو تعرض لده أفشا تعرض لده شريف تعرض لده يعني أنا مش عايزة أعود بس أقول طاهر تعرض لده لعيبة كتير قوي في النادي الأهلي تعرض لطغوط وتم استهدافها بشكل مباشر في أوقات تانية كتير وفرق تانية كتير ومع شخصية تانية كان ممكن جدا جدا أنه تبقى نهاية مشوار يعني والفرق ككل الأهلي ككل التيم ككل بما فيهم جهاز الفني مارس الكولر تعرض لضغوطات عنيفة جدا حتى في بطولة أفريقيا اللي أنت خطها على الرغم أن كل أرقامك كل أرقامك أفريقيا ومحليا أنت نمر واحد على الرغم أنك أنت تعرضت لدروب في مباراة خارج الأرض أمام سانداوز ومباراة خارج الأرض قدام الهلال قامت الدنيا وما عادتش فرق بقالها بالعشرين سنة ما حدش بيتكلمها ما حدش بيقول الفرق دي بتعمل إيه وبتصرف إيه وانتداباتها إيه واللعيبة اللي بتجيبها بكام وبيعملوا إيه وإسهاماتهم إيه بحاجة بكلمة ده خالص لكن أهلي يخسر مطش ومحق أتنين دوري أبطال واثنين سوبر أفريقي واثنين بكلمة عن الجيل ده بس يعني بتكلمة عن اللعيبة دي الفريق ده اتنين دوري أبطال واثنين سوبر أفريقي ومشاركات في كاس العالم ولا أروع ولعب أهم وأكبر لأندية وقدر يكسبها كل ده بيتنسي في مجرد لحظة بتخسر فيها مباراة في دور مجموعات يتحسب قوي لجيل ده من لعابة النادي الأهلي يتحسب قوي لكل واحد فيهم على المستوى الفردي قبل كمان ما يتحسب على المستوى الجميع ده جزء صغير جدا من حقهم علينا إنه هما ياخدوا كريدت يستحقوه في بطولة كانت واحدة من أصعب البطولات بل أكاد أجزم إنها يمكن تكون أصعب بطولة حققها الفريق ده أو النجوم دول في مشوارهم مع بطولة دوري الأبطال